السلام عليكم حبيباتي كديري لبس عليكم تمنىكم تكونوا بخير أمركم كلها على خير إن شاء الله كنشكركم بزاف أخواتي في بداية كل فيديو على تعليقاتكم طيبة وأكيد ما يمكنش لي منشكركمش لأنه كتحتوني الطاقة الإيجابية شكرا لكم كامل اللي هل يخطيكم عليها مرحبا وألف مرحبا بالمشتركين جداد اليوم غادي نقدم لكم وصفة اللي تلبطوها مني بزاف بزاف ودائما تنقول لكم طالباتكم أوامر علاقة المستطع ديالي غنقدم لكم إن شاء الله الجاج معمر بواحد الحشوة اللي يدو مبخر ومحمر كيجي رائع بزاف وغادي نقدم معكم إن شاء الله حتى الزعلو كل فريت باش يجيكم قرمش كنت منها إن شاء الله أخواتي دائما تستفدوا مني ولو غير شوية لأنه لكم عارفة القناة عندي بالنسبة لياه هي الاستفادة فكنت منها الفيديو يعجبكم ما تبخلوش عليها بجيء فقط للتشجيع أما بالنسبة للمقادير ديال الجاجة بسم الله على بركتي الله عندي هنا دجاجة أخذوا الحجم اللي بغيتو خدوا جوج وحدة على حسب أفرد العائلة أنا الصراحة كانت عندي في المجميد تقريبا هادي شي ثلث أيام وربعيين باش غصلتها مزيان يعني ركن كتشوفوا تتشعل غصلتها وطبيعة الحل درت لها الحامض خرجتها بالليلة من قبل من المجميد مهم رها تلقات غادي نحتاجوا معلقة صغيرة ديال الخردل أو للم وطرد جوجة لفصوص ديال التومالي كي يكونوا محكوكين جوجة لفصوص كبار وعندي هنا هي اللوب ديال الحامض مصير تقريبا ربع حامضة مصيرة خديت اللوب ديالها ماشي اللوب خديت اللوب والقشرة قطعتهم هكية مكعبة صغيرة بزاف وعندي جوجة المعالقة كبار ديال القزبور والمعدنوس اللي تكونوا بقردين ثلاثة المعالقة ديال العصر ليمون الحامض 1 نص حامضة عاصرتها تقريبا نص محدة صغيرا ديال السمن الحار وعندي كذلك نص معلقة صغيرة ديال الهريسة أو لسلسل حارة لحسب الضوغ نص معلقة صغيرة ديال زنجبيل أو لسكنجبير ونص معلقة صغيرة ديال القزبورية بسم طحون وكذلك الإبذار غير صمعلقة غشي شوية وصافي نحتاج نصف معلقة صغيرة كركم و نصف معلقة صغيرة تحميره أو البابريكا نحتاج الملحة و نحتاج توابل راس الحانوت احتاج توابل راس الحانوت و نحتاج إلى زيت المائدة نقوم بخصبورون مع دنوس والحامض مقطع نصف معلقة السمان و نصف معلقة الهريسة الملحة تبقى على حسب الضوك زيت المائدة خلط التوابل حتى يندمجوا مع بعضياتهم وخديت هنية جاجة حاولت نفلحها كامل داخل باش ندخل لها التوابل حاولوا تغرصهم مزيان الموس انا را ما غرصتهم شوخها كاك مزيان صافي وغادي نحاول نشرملها يعني نشربها هاد الشرمولة هادي هو كان افضل الى باتت في الشرمولة انا دائما ركن نقول لكم دكشي تيجي مليتي التحلية فراسي خاصني نطبقو ماشي كان نكون معولة عليه صافي البارح تفكرت بالليل خرجتها من الموجبين كانت مجمدة في الصباح شرملتها مهمتا نشرملوها مزيان بطبيعة الحال ونحاولو ندخلو الشرمولة في هادو قيبات لي درنا ونشرمو لها من الداخل من جية الفخاد لداخلها انتوما يعني حاولو تحكو لها ديك الشرمولة مزيان وغادي نخليها شوية ترتاح بما ان شاء الله نوجدو الحشوة ديالنا تقريبا انا خليتها تشرب لي هاد توابل واحد ساعة ديال ما انا هي كفكت ليكم باش ما تشربت باش ما كتجيل بنا والله البنتي اللي كتجيل لي دو كتجي فتية وغزالة بساف خصوصا صحية مضخرة ومحمرة في الفران صفي هنا غادي نخشي لها كارجيلاتها وغادي نغطيها بالبلاستيك وغادي نخليها تشرب لي بما ان شاء الله نحضر الحشوة بسم الله على بركة الله عندي هنا واحد العلبة ديال شومبينيوم او للفطر المعلب اللي بطبيعة لحاس صفيته من الماء وصلته عندي هنا واحد المربع غير واحد لان انا عندي هي جاجة واحدة فقدرت مربع واحد ديال شعرية الصينية ديال الروز رقدتها في المحتر طابط ومبعد صفيتها وقطعتها على هاد الشكل كيف كتلاحظو معايا شوية ديال الزيتون نقطع على حسب الكمية اللي بغيتهم عندي هنا واحد البصيلة كبيرة اللي قطعتها مكعبات صغيرة بصيلة وعندي هنا هي جوج الكبيدات ديال الجاج اللي كنتم مرقدهم في الخل ما غاديش نسلقهم متى حاجة غنخليهم هكاك جوج ديال الكبيدات مويم يكونوا منقيين مزيان ومغسولين في الخل عندي هنا يا نص معلقة صغيرة ديال السمن يعني للحار مع ماشي نص معلقة هي شوية وصافي وشوية ديال لهريسة وواحد جوج الفصوص ديال تومة محكوكين وعندي واحد نص عاصر ديال حامضة وشوية ديال زيتون مقطع الكمية حسب الرغبة عندي هنا يا واحد ربع حامضة مصيرة مقطعتها هي بالقشور ديالها وشوية القزبور والمعدنوس تقريبا معلقة كبيرة بالنسبة للتوابل كنحتاج نفس التوابل تقريبا مبشر من ناشوية ديال كركم اولى الخرقوم شوية ديال ملح على حسب الدوق شوية ديال ابزار اولى الفلفل الاسود وشوية ديال بابريكا اولى التحميرة وشوية ديال رس الحانوت كنجيب هنا يمقيلة فوق البوطة كندير فيها شوية ديال زيت زيتون مع زيت المائدة اولى الزبدال اللي بغيتهم ويمدر خاليت مبينتهم بجوج نضيف هذه البصيلة بصيلة كبيرة مقطعة مكعبة صغيرة ونشحرها شوية مع شوية الملحة ونضيف الشومبينيوم ونضيف الشومبينيوم وشوية ديال المليحة ونضيف المكونات الاخرى ونضيف المكونات الاخرى نضيف التوابل 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 ندف توابل ننزل صافيم السوسة صافيم بعد أن نشحرها سوف نقوم برد نشاء الله نعمره في هذه الأثناء بطبيعة الحرانية جنت الخبز لفت الخبز بالنخالة على الفورص الدقيق والفورص خبز خفيف المترجم أعجبني الخبز في كل مكان اذا كانها خطة الحمس والاقفة تطلق أصدق تطلق يتطلق سوف نقرص خبيزتي لا نقرص انه يجب عليم الزبان ونشرب يقوم بطبيعة الحالة قم بالطاوات اجعله يخرج يضع الخبز باستخدام الحالة سوف تشرب الحشوة هي واجدة حركتها مزيان باش يجيني دكش كله مفرق وغادي نعمرها مزيان من الفوق انا جيتني حدق الدوية مهم بقى واحد شوية ضروري البنات من تضويقة شكونا البنات لك تدير الحاجة وضروري مخصدق انا قولي لي انتم مشكون صفي غادي نعمرها مزيان عمرها مزيان لانا غادي نفوروها البنات ما تخافوش تخرج لكم الحشوة سوف نشد هذه الرجيلات ونخشيهم في هذه اللعبة ومن بعد نجيب خيط الخنشة للطحين وخيط الخياطة يكون بيض نقي ونحاول نكتفها ضروري ما كتكتفوها باش تحكموا فيها و باش تبقى لكم هكا كمسدودة كيف حطيتوها احتملي غادي تطيب وخطيب مزيان انا كيعجبيني دجاج يتبخر مزيان ما غاديش تحلي كوم ولا شي حاجة سوف نقمطها يعني انا كتفهم سكينا طلبة معي الشرع سوف يجبت الكسكيس بطبيعة الحارة ان يدير البرمكة تغلاء مع جوش الوريقة ديل سيدنا موسى درتهم فدك الماء حطيت تجاجة وسديت عليها ودرتها كتبوخ وهنا يملي كتوصل تقريبا في النص ديل الطيب كنمشيو كنديرو فيها هكا الطوقة باش كتجينها طيبة مزير حتى مالداخل صافي بالنسبة للصالة اللي غدين دير ديال الزعلوك خطيت تقريبا ثلاثة ديال بنجالة اولا جوج وشويتهم فوق البوطة يعني احتيت شووهم مزيان وقدرتهم في واحد البلاستيكة حتى عرقوا من بعد حيتليهم هذيك القشرة ما تغسلوش بش يجيكم بني وكذلك واحد الفليفل احتهية شويتها ها هي وحيتليها القشرة حتى هي وحطيتها وشوش نقوم بطاطا فريد لانا ما غاديش نديرو المرقى ما غاديش نغمسو الصيف هادا بغينا شي حاجا كدش خفيفة وبنينا بطبيعة الحال كيف كان قوليكم كيف كان دير الفريد دائما كان قطعها ها كي على شكل فريد وكان ديرها في الماء مع شوية الملحة باش كدش شرب ذاك الملحة كدجينا مبننا صفي غادي نخليها هني كيف كانت تلاحظوا الدجاج عند ديرها هطاب غادي نهزو بها الطريقة هادي كناخد جوج ديال المعلقات وحدا تنحشيها في البلاست اللي حدها لعنك وحدا ملتحت نتقلبها باش غادي ندهنها بالنسبة لخلطة باش غادي ندهنها درت قريبا واحد نصف معلقة ديال لهريسة و نصف معلقة ديال السمن و معلقة كبيرة ديال الزبدة هذه الخلطة ما درت لها لمطرد لها ولو غيز الزبدة والسمن والهريسة سوف يدهنها مزيان من جميع الاتجاهات وغادي ندخلها الفرام تحمر ليه مزيان بما ان شاء الله نقلي الفريد وزعله كان ساهل ماهل لانا كل شي موجود ودرت واحدة صلاطة سهلة بسيطة بطاطا 20 دقائق سقطرت المنديل سوف تشرب الزيت تقريبا نصف الكمية سوف تنشف الزيت سوف تنشف الزيت سوف تنشف الزيت سوف تنشف الزيت republicهي المنزل سوف تنشف الزيت سوف تنشف الزيت سوف تنشف الزيت سوف تنشف الزيت أضغط المنزل ملابس نصف الزيت ويملي من المزل مقطع الفلفل مقشرة و مكعبات تقريبا ثلاثة ديال بنجالات زيت الزيتون تحميره الفلفل الأسود و الكامون زيت الزيتون نضيفه لسلصة طماطم لوالو لديه مقرم غزال ستجعل المريض تحاول المريض بيجبك و نحاول المريض انتم ترون البنت كل ملاحظة تجربتك و يدو في المريض تجربتك لديه مفهن و احده مع ملحظة وخبز خفيف خفيف المنات يجي لقاصح لتشي حاجة وخالك تيرا على الفورس والفينو وتجي جاك تجي محمرة قصم تاريكم على النص بشوفوها وهذا هو الخبيز يجي يا سلام ان شاء الله اخواتي دائما تكونوا استفدتم معي شوية خليت لكم الفراحة وحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته